نناقش هذا الموضوع وهذه المسودة التي طرحتها أعدتها بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا من الرياض كاتب المحلل السياسي سيد منيف عماش الحربي مستخير أهلا بك معنا إذن الجمعة المقبل ستطرح على مجلس الأمن الدولي هذه المسودة ما الذي ستسمح القيام به؟ طبعا هو يأتي بعد التقرير الأممي الذي سلم في نهاية يناير 2018 وهو يستند على توثيق لمخلفات القذائف والطائرات بدون طيار ثبت أن هناك صواريخ باليستية من العصر من صواريخ قيام أيضا تم تثبت من وجود شركة شاهل وهي شركة متخصصة في الصناعات العسكرية الإيرانية فالتقرير الأممي وليس تقرير فقط بالولايات المتحدة هو خبراء من الأمم المتحدة استندوا على الوثائق وقدموا هذا التقرير وبالتالي ما تقوم به بريطانيا الآن بالتنسيق مع فرنسا ومع الولايات المتحدة هو استمرارية للقرار 2216 لأن المادة الفقر 14 في القرار 2216 الذي فرض الحضر على تصدير السلاح لمليشيا الحوثي ينص إذ لم ترتزم الدول سيتم اتخاذ إجراءات إضافية وبالتالي التحرك البريطاني يأتي في سياق ما سمح له قرار مجلس الأمن 2216 ولكن هذه ليست أول القرارات أو طرح القرارات ضد إيران ما الذي سيتغير هذه المرة؟ هناك توثيق وهناك تقرير أممي وبالتالي جميع أعضاء مجلس الأمن وافق على القرار 2216 فإذا حاولت روسيا أو الصين استخدام حق النقض في هذا القرار هي في مأزق أخلاقي وأيضا في مأزق سياسي في منطقة السقق أوسط جديد هذا التوثيق نعم شق الأول جديد بالتأكيد بالتأكيد هو جديد وهو سلم لمجلس الأمن في نهاية الأمم المتحدة في نهاية يناير 2018 وبالتالي وهذا أعتقد أنه في قلق كبير في طهران من هذا التقرير روسيا أو الصين قلت إذا ما حاولت الكل يرى ويتوقع أو يعرف كمان بأنه ستقوم بالفيتون كان روسيا أو الصين ماذا بعد هذا؟ أنا أتصور ميسون روسيا والصين قد تمتنع عن التصويت وقد لا تستخدم حق النقض الفيتون لأنها هي صوتت على القرار 2216 ولديها مصالح متشابكة في منطقة الشرق أوسط فبالتالي أنا توقعي أن تتجه روسيا والصين إلى الامتنع عن التصويت أو أن يكون هناك حوار بين بريطانيا وروسيا والصين على صياغة معينة للقرار الجديد هل سيرتبط بطريقة ما يوم الجمعة وتقديم مصودة القرار هذا والنقاشات بالاتفاق النووي الذي تصفه الولايات المتحدة كوصف أخير بأنه كارثي بأنه يحمل عيوبا كارثية؟ المقال نيكي هيلي في نيويورك تايمز السبت الماضي هو تمهيد عندما ذكرت أنه بعد الاتفاق النووي في جون 2015 إيران أصبحت تدعم بشكل كبير الميليشيات الخطيرة والجماعات الإرهابية وهي تمهيد لما يحدث يوم الجمعة القادم فبالتالي هي رسالة واضحة ما هو موقف الإدارة الأمريكية هناك استجابة فرنسية واستجابة بريطانية نعرف أن الموقف الفرنسي لم يكن بهذا الشكل تغير الموقف الفرنسي وأصبح أكثر حدة تجاه طهران بينما كان في السابق هو يحاول أن يكون في المنطقة الوسطى الآن أصبح فرنسا تتجه مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا وحتى حينها كان الاهتمام الأكبر أصلا بموضوع الاتفاق النووي كنا لا نتحدث بهذا الاهتمام الكبير الذي توليه الدول لتدخلات إيران بشرق الأوسط وزعزعة الاستقرار صحيح؟ هذا من ضمن الاختلافات الذي سيحدث هذه المرة في نقطة أساسية في تغير بالموقف البريطاني والفرنسي تجاه الاتفاق الموقف الأمريكي لما وضح موقفه من الاتفاق وأنه هناك خلل فادح في الاتفاق خاصة أنه نعلم أن الاتفاق يوقف التخصيب لمدة عشر سنوات ولا يمنع تلك السلاح النووي وهو يشابه اتفاقية فرساي 1919 فالخلل الموجود في الاتفاق النووي الآن بريطانيا وفرنسا بدت تستجيب للمطالب الأمريكية بدت تدرك المخاوف الأمريكية بدت تكون أقرب للموقف الأمريكي بعدما أصدر ترام قراره بإعطاء الأوروبيين من 90 إلى 120 يوم لتعديل الاتفاق أو الانسحاب منه وبالتالي أدركت بريطانيا وفرنسا أن موقف إدارة ترام موقف جاد وليس بناورة سياسية أنا أشكرك جزيلا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سيد مونيف عماش الحارب شكرا ترجمة نانسي قنقر